هل يمضي التحالف في مهمة تجزئة اليمن؟ ماذا يعني حج الانتقالي لجماهيره؟ وإلى متى سيظل هذه رمز الشرعية يبحث عن من يقول معاركه؟ أهلا بكم قيل قديما إذا سقطت البقرة كثرة السكاكين واليمن هذا البلد العظيم ينحر اليوم وتذبح شرعيته كما قال الوزير الميسري من الوريد إلى الوريد غير أن الشرعية أو بالأصح من يمثلها هو الآخر حمل السكين وأثخن في اليمنيين أو هكذا يبدو كما كشف لكثيرين الغطاء عن التحالف وباتوا يدركون حجم التواطئ إن صح التعبير السعودي الإمارة لتقسيم اليمن وهنا نتساءل لماذا لا تزال الشرعية تنتظر أن يخوض الآخرون معاركها؟ تسعى الرياض لصناعة اتفاق سنم وشراكة جديد يقول مراقبون ومن أجل ذلك تصل اليوم لجنة التهديئة وإذا كانت ميليشيات الحوثي قد واجهت قرارا صادرا عن مجلس الأمن ورفضت الانصياع لكل الدعوات الدولية لتسليم السلاح والانسحاب من المدن فهل ينصع بن بوريك لقرارات السعودية وينسحب من مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة؟ وقد يكون السؤال الأصح هنا ما هو الثمن؟ تمتلئ البلاد بكل شيء إلا من سلطتها الشرعية استعرض الإنقلابيون الجدد في عدن ورقة الجماهير كما فعل من سابقهم في صنعاء وكأن ذلك يعفيهم من جريمة تفتيت البلد والمضي وراء أطماع الخارج الحجد يأتي في إطار محاولة الانتقالي تثبيت أقدامه على الأرض وتكريس حضوره كواقع لم يعد من السهل إزاحته بالإضافة لتحسين شروطه في أي مفاوضات قادمة تماماً كما فعلت ميليشيا الحوثي من قبل خل الحجد من قيادة الانتقالي وغابت القيادة التاريخية للحراك الجنوبي في تأكيد واضح أن من يتصدرون المشهد الجنوبي اليوم ليسوا سوى أدوات أبو طبي متشددون دينيون وبقايا النظام السابق ومن تحلق حولهم ممن جمعتهم المشاريع القاتلة يجري العمل من جميع الأطراف على إضفاء المزيد من الشرعية على سلوك الانتقالي المدعوم إماراتياً ليحتل موقعه في المشهد القائم وينتزع جزءاً من السلطة التي تنهشتها كل القوى وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لا يزال يرى الانتقالي مجرد ميليشيا إلا أن الباصط على الأرض يظل هو صاحب القوة وإن كانت الشرعية مع هادي أسير الرياض تفيد تقارير إخبارية بوصول لجنة سعودية إماراتية إلى عدن للإشراف على انسحاب الميليشيات من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة فيما يبدو عملها فارغاً من أي قيمة في ظل ما يبدو أنه دور سعودي لتشتيت الانتباه وتأكيد ما هو قائم في الرياض يقبع مسؤولية الشرعية بانتظار من ينتصر لهم ويخوض معاركهم ما تعرضت له عدن الأسقع الماضي يؤكد أن البلد فقد معظم خياراته وأن التحالف ماضي في مهمة تجزئة اليمن وفيما لا يزال البعض يراهن على تغيير موقف السعودية فإن المؤشرات تؤكد أن ذاك الرهانة بلا قيمة وأن موقف الرياض قد قيل سلفاً حينما كان القتال محتدماً في شوارع العاصمة المؤقتة عدن مجدد أترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الستوديو الكاتب الباحث السيد نبيل البكيري أهلا بك كوسا نبيل إذن اليوم خرجت حشود في عدن لتأييد المجلس الانتقالي وكما يبدو مباركة ما فعله كيف تتابع ذلك؟ طبيعة الحالة الحكم على مثل هذه الحشود حالة غير منطقية في الحديث عن وجود الحشود بهذا الشكل نحن نعرف أنه إمكانية التحشيد في أي منطقة منفلتة السلاح يمكن أن تحشد فيها ما تريد لأنك أنت بالأخير هذه قماهير غير مختارة وغير حرة في اختيار ما تريد قوله بالتالي ممكن أنت بمخافة القمع، مخافة الإرهاب، مخافة لقمة العيش يضطر الناس إلى أن يتجمعوا حتى عكس إراداتهم ورغباتهم وتطلعاتهم وبالتالي الحكم على مثل هذه التحشيدات أنا باعتقادي لا يقيم في أوضاع غير سوية لا يقيم أو لا يكون معيار حقيقي للتعبير عن حالة التحشيد يعني هذه ليست صناديق اختراع؟ هذه ليست صناديق اختراع والأهم من ذلك اليوم حينما نتحدث عن التحشيد يعني المجلس الانتقالي قد حسم المعركة في عدد يعني ما الفائدة من أن تجمع الناس بعد أن كسرت ناموس الدولة وأسقط دولة في هذه المدينة وأسقط المدينة ما الذي فهمت أنت مع هذه الخطوة؟ أنا باعتقادي مسألة الحشود أنا باعتقادي لا تدخل في طار تقييم حقيقة ما قرى في عدد يعني هل هذه هي أبناء عدد هم الذين خرقوا يباركوا هذا الفعل؟ أنا باعتقادي جازما لم يكن هؤلاء يا أبناء عدد هذه مجامعة أتت ونعرف جميعا أنها أتت من كل المحافظات وخاصة المحافظات التي كان لها مصلحة في هذه الأحداث العسكرية والجميع يعرف من هذه المناطق يعني جيدا يعني والتي كانت يعني كسبها لمعركة عدد هو يعني نوع من يعني الاستحواذ التاريخي للمنطقة الغلبة الموجودة في هذه المنطقة نحن نعرف صراع التاريخي في عدد ليس بخافي على أحد يعني ما حصل في عدد في 10 أغسطس هو استمرار لمسلسلة الصراعات التالية من 67 إلى 79 إلى 86 إلى 94 وصلا إلى هذه المرحلة وبالتالي يعني هل لها هل الأمر مثلا رسائل خارجية لدول يعني في سياق أنها هاني بن بريك كانت له تصريحات ضد مسألة التهدئة من قبل التحالف ومسألة الانسحابات وما شابه هل يمكن أن تكون رسائل معها؟ حتى ولو افترضنا أن هناك رسائل لأن مسألة ما حدث في عدد أنا باعتقادي يصعب بإصلاحه يعني لكي نكون دقيقين في توصيف ما يقري في عدد ما أقرأ في عدد هو انقلاب والانقلاب لا يمكن أن يتم تسويس سياسيا الانقلاب لا يتم إلا بوجود فعل مضاد له وأكبر منه في القوة والغلبة يعني أن تقصد لا يمكن أن ترفع السلاح أمام الدولة وتتوقع أن يكون هناك نوع من الحل السياسي يجب أن ترفض الدولة ذلك أو الحكومة ذلك؟ الحكومة من حقها أن ترفض وإن كانت هي الطرف الأضعف في هذه المرحلة وهي رافضة حتى الآن بحسب التصريحات التي نسمعها لكن أيضاً في تصريحات مقابلة أن المجلس الانتقالي رفض الانسحاب من هذه المؤسسات وكان آخر تصريح تقريباً قبل ساعات من الآن على لسان تحدثهم الأخ نزار هيثم قال أنه لا يمكن الحديث على انسحابات أيضاً حتى نائب رئيس المجلس تحدث قبل أكثر من مرة أنه لا حديث عن الانسحابات يعني نحن أمام معادلة جديدة نشات في عدن هل يحاولون من هذه التصريحات رفع صقف المطالب؟ ما الذي يريدون؟ يعني الانتقال الآن ما الذي يريده؟ هنا السؤال القوهري ماذا يريد الانتقال؟ إذا كان الانتقالي مش قادر يخرج يقول للناس نحن دولة وفي نفس الوقت مش قادر يقول أنا أريد مطالب 1 2 3 4 يعني أنت أمام كتلة من التباينات والارتباك وعدم المشروعية والمشروع لا يمتلكون مشروعية ولا يمتلكون مشروع وبالتالي لا هم الذين ذهبوا لأنه هاي تسجلك أول مرة في التاريخ أنه انقلابيين لا يعملون على إنشاء نظام قديد يعني أفترض أنه أنا انقلبت يعني أنا أعلن البيانة الأول البيانة الأول يكون قيام نظام سياسي جديد في هذه الرقوع الجغرافية التي استوليتوا عليها لكن هذا كان شيء غريب يعني انقلاب ولد ميتاً لا تدري ما هي أهدافه يعني الأهداف المعلنة والشعارات المرفوعة سعادة دولة القنوب لكن كيف ستستعيد دولة القنوب؟ هل ستستعيد دولة القنوب من خلال أنت تناجد المجتمع الدولي بأن يترك القنوب للأخوة القنوبين منتم القنوبين اللي تقاتلتم في عدم؟ وأنتم اليوم الذين سيطرون على عدن يحكموا عدن اعلنوا للعالم دولتكم ورووا الناس كيف ستحكمون يعني أما أنك تريد أن تتحكم ولا تحكم ولا تتحمل مسؤولية نفس السياق حرفياً نسخوا تقربة الحوثي في صنعه بالحرف وكأنها من شكاة واحدة ومن مصدر واحد هذه الخطط يعني يريدوا أن يتحكموا ولا يريدوا أن يحكموا وهناك فرق بين الكلمتين أن تتحكم أن تدير المشهد كله وتستحوذ على الثروة والإرادات والوظيفة العامة ولكن حينما تأتي للصندوق للبنك المركزي أنت تريد أن تأخذ ما في البنك المركزي ولا تريد أن تدفع للبنك المركز يعني يريدوا أن يستفيدوا من المنطقة يريدوا أن يستثمروا ويستفيدوا مالياً من مؤسسات من مفوذ الدولة دون أن يتحملوا مسؤولية المواطن الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والرعائية والخدمية والصحية والتعليمية يعني نحن أمام حالة مسخ من الانقلابات حالة جديدة من الانقلابات أسس لها الحوثي في صنعها في 2014 واستنسخت اليوم في جنوب اليمن في 2019 يعني حالة معقدة لا يمكن أن توصفها بأنها انقلاب ولا يمكن أن توصف إلا أنها في حقيقة الأمر ميليشيات لا تحملها ما الدولة ولا لديها رؤية للدولة ولا لديها رؤية العمل والمستخدم طيب دعنا نشرك معنا في هذه النقطة سيد أنيس منصور الصحفي الذي انضمنا عبر الهاتف من القاهرة أرحب بك سيد أنيس ذات السؤال بعد تحشيد الانتقالي اليوم خروجه خروجاً صار في عدن ما الذي يريده بعد ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين ما الذي يريده الانتقال بالضبط طبعاً أخي العزيز أنا سمعت أيضاً جزء مما قاله بيحكي أدري منه ولكن كان كلاماً منطقياً المدرس الانتقالي لا تدري أول شيء لا تدري ما هي أهدافه لا تدري ماذا يريد شعارة المتناقبة وصريحات المتناقبة وهم الشرعية لكن ضد الإصناح وهم مع الرئيس ولكن مشرارين بالأولية السماية الرئاسية السماية الرئاسية عدارة عن أدوية سابعة لأناصر تنظيم القاهدة وداعش وبعد ذلك هذا أنضمت أدوية السماية الرئاسية إليهم بمعنى أن الداعش والقاهد أيضاً أنضموا إليهم حالة التخضر تعطي لنا ملخص هذا الملخص ممكن أن أعطيه بالمشاهدين والمستمعين على أن المدرس الانتقالي عبارة عن أداة مرتزقة نحركها ضادق ومتضاق محمد بن جائد وبالتالي هؤلاء ليس لديهم رؤية وليس لديهم أفق وليس لديهم حتى أخلاق يعني سكتت أخلاقهم في مجاهمة البيوت واختحامها ونهب كل شيء يعني ديوهرات الموطقات موصد كل شيء هذه هي المجلسة لإمكانهم ضرع عن حفنا من مجموعة من المرتزقة الذين ممكن أنا أقول لك لو أن الجمارات الآن كانت تحلم على الوحدة اليمانية وعزيزة دور الوحدة اليمانية فيخرج هذه بمجرية ليحشد الأجلة من الشريعة ومن الجلسة ومن العاطل من المرتزقة على أن الوحدة خالية بشرية وضرورة بشرية هذه هي نتيجة الاستعباد ونتيجة الإرخبات ونتيجة ما حصل هؤلاء كانوا في الجولة وفشلوا في الجولة ولا يمكن أن يحود أن يكونوا دولة ولا يمكن أن تؤثر الدولة ولا يمكن أن يكون هناك انتصال يكون في علمك أنا أقولها صراحة بكل المشاهدين إطمئنه إطمئنه لا يمكن من المستخيل أن يكون هناك انتصال حتى لوزع ما كريميا لماذا؟ لكن هذا في السياق الحديث عن المجلس الانتقالي لكن عندما نأتي لننظر إلى المشهد هناك لجنة سعودية اليوم في عدن وهناك حديث تنقله وسائل الإعلام السعودي عن تسليم معاشيق لألوية الحماية الرئاسية على الأقل هذا ما تروجه هي هل من الممكن أن يحدث يعني ما الذي تريده السعودية الآن ما الذي تريد عمله السعودية الآن في عدن أخي العزيز أنا أقول لك وصلتها ثابتا لكم وثالثة في المساعد العلام موضوع أن السعودية ستحل المشاكل السعودية باستطاعاتها أن تحل المشاكل كلها من الأساس لكن الصباح على أن السعودية أصبحت جزءا هاما من أجزاء المؤامرة على مسألة إثقاف الشرعية والتماهي التماهي مع المشروع الإماراتي اللجنة التي نزلت لم تستطيع أن تعمل شيئا الحديث عن استعادة معسكرات غير صحيحة قلوية الحماية الرئاسية في لواء في منطقة المعاشر موجود هو موجودة أصلا كانت مقابل حتى الذين دخلوا على المعاشر دخلوا إلى جزء من المعاشر وليس دخلوا إلى الكفر وإلى المكاتب إنما دخلوا إلى منطقة مكتبة قاعة حقات والمسجد بعض بوابات أو خمس بوابات لم يدخلوها أيضا اللي حصل يا أخي إنه المجبر السعودية أنا أقول لك هل تعلم من ضمن الكلام الذي طرح على أنه تتشكل لجنة عسكرية لجنة العسكرية يمثلها في الشرعية قائد المنطقة العسكرية الرابعة وهو الذي أعلن انضمامه وقام في زيارة عيد الروس الوزيدي بيضرب له التحية انظر إلى المناطق ثانيا أنه نفس المسلسل الذي تم حق الحديدة عملية الإسلام والتسليم سيتم التسليم من ألوية الحماية الرئاسية من المجلس الانتقالي إلى الحزام الأمني الإماراتي بمعنى أنه أملية الكفاف نفس ما هو حاصل من مغارضة أنا أقول التعويل على السعودية أصبح غير مجدد مهما كانت الضغوطات ومهما كانت المارسة هناك مثلسل وهناك مخطط جرسا بحقيقة فقطت كل الأوراق باقي باقي إرادة الشعب اليمني وباقي التعويل على أوراق يجد الرئيس الغرب والمصور هاتي ولكن مع ذلك لا ندري لماذا ضاعت هذه الأوراق أو اختفت أو تزمت لكن هناك مشاورات اليوم تم تجارة الوزير الميسري والوزير أيضا بوانفة وبالتاع أقل عدد المشهرات والمهتمة وطرحوا لهم إيشا الواقع والحافة أيضا استضحوا في هذه المنطقة أسف المشروع الإنشقان لابد أن يكون مبني على اتفاقا جولي ما هو حصل في صومنان هذه في صومنان واضح يعني إلى اليوم لم يحترف بها حتى الآن وهي يعني من وإله هم الكثير من الأكثار التي تحدثت ودعك إلى الانتصال وفيش المشروع الكاترونية وفيش المشروع الأكراد وغيرها من الأمور فبالتالي يا أخي هؤلاء أداة اليوم هؤلاء أداة لأطماع إماراتية الإمارات تريد أن تبسط يدها وتخطر للتقسيم للجنوب إلى مخصفات وبالتالي هي تريد أن تنفذ برنامجها للتعماري ويكون هؤلاء المجلس الانتصالي وإرهو عبارة عن أدوات باختصار لا يمكن التعويل على التحالف ما هو بين التحالف سالة شديدة لهجة أين ذهب بين التحالف الذي يضرب ويقلد ويعمل وليعمل شيء دعنا في هذه نقطة نقطة التحالف ما رأيك سيد نبيل فيما يتعلق بلجنة التهدئة السعودية التي أيضا حتى وسائل الإعلام السعودية روجت بين أدوية الحماية الرئاسية سلامت معاشيق من المسلحية الانتقالي ما الذي تدبره أو ما الذي تريده السعودية وأيضا التحالف بالنوراء طبعا قطعا قبل الحديث عن ما قرى من تسليمة واستلام وأولام يتم أنا بعتقادي أن المبادرة السعودية في حقيقة الأمر حصلت معركة منتصر فيها الطرف مدعوم إماراتيا المبادرة السعودية سياسيا أتت لتسويتها ما حدث أو لإضفاء طابع سياسي بحث على هذا البلف بمعنى آخر أن هذه الحرب التي تمت وهذه المعركة التي تمت وخسر فيها اليمن وخسر فيها عموما أرادت سعودية أن تخرجها بطريقة سياسية عن طريق اجتماع الأطرف المتصارعة وبالتالي حل الإشكالية يعني استلام وتسليم وانزحاب القصة ليست انزحاب واستلام وتسليم الآن القصة أنه اكتسرت الشرعية أو ذبحت وعقرة الشرعية في عدن وما كان يحمي الشرعية في عدن من المعسكرات الحمار الرئاسي وما في شابها أصبحت اليوم كلها مؤيدة أو تمغ يعني نهبها وقز منها انضم إلى المجلسة الانتقالي أنت عمان تتحدث لها من سيستلم من وما مصير الشرعية بعد ذلك الآن يعني اليوم السعودية تحاول من خلال هذا الملف ومن خلال هذه الحركة هو إضفاء شرعية المجلس شرعية السلطة الشرعية على الانقلاب الحاصل بمعنى آخر أنه سيظل هادي في الواقهة وسيستمر الانقلاب كما هو بأدواته التي الخشنة التي استخدمها وستظل السلطة الشرعية تصرف الرواتب وتتحمل المسؤوليات الأمنية أمام المجتمع الدولي والقانونية والتشريعية والدستورية بينما الانقلابيون لن يتحملوا أي مسؤولية سيظلون يحكمون يتحكمون ولا يحكمون ويستثمرون وبكل امتيازاتهم التي نهبوها من مقدرات الدولة والتي لا زالت تصرف لهم دون أي مسؤولية حقيقية تقاه التزامات الناس والمواطنين وبالتالي نحن أمام استمرار نفس المهزل الحاصلة في صنعة وإن كان في صنعة لم يتم شرعنتها بالطريقة التي رأينا إلا من خلال استعقال الحوثي لقطف الثمار بعد توقيع اتفاق لكن في عدن أنا باعتقادي لو تم الذهاب إلى قد وتم الاتفاق على نقاط محددة أنا باعتقادي سيكون شرعنا لمرحلة الانفصال المستقبلا طيب أمام كل ذلك وأمام ما طرحته سيد أنيس منصور يعني إذا كان هادي غير قادر على الحديث أو إذا كان متواطئا وإن كان لكن النخبة السياسية الأحزاب التي أدد الدعم للشرعية ودعم لمشروع اليمن الاتحادي إلى آخر لماذا هذا الصمت الآن ما الذي يفترض أن تقوله في هذه اللحظات تاريخية أخي العزيز أقول لك أن الصمت الذي سببه أول شيء أن الشرعية غير موجودة على الأرض وكيادة الشرعية غير موجودة على الأرض وهي موجودين في الرياض وجودهم في الرياض جعل المتحكم فيهم مجموعة من الضباط وكيادات العسكرية في الاستخبارات أو في المرحلة وكيادات العسكرية الملكية هم الذين يتحكمون في مسار التوافر والإتصال والضبطات التي تمارف على رئاسة الجنهورية وعلى كيادة الدولة وعلى كيادة الشرعية اليوم خالد مستشار الرئيس الجنهوري عبد الملكة المكارية الزرحية ومضح ومشكو ومساة ويعيد أن يقدر عن جنسانة واضحة وهناك بعض الضيادات خالجت بعض الضرع وضع المتؤولين فبالأصد كان الأخلا يخرج الرئيس ليصالح الرأي أنا معاهد الصرح ومعاهد السؤال ولا أستطيع عن الزاوزة بضمن أننا في الشرعية والجزء الشرعية لكن لا أستطيع عن الزاوزة في ماذا عادة كل ما أستطيع أن أقول أن هناك طبطات تحت تمدي القيادة الشرعية هذه الضغطات هي أيضا من داخل المركة العربية السعودية التي كنت لك عندما وكفها أصبح واضحا في مسؤلات التلاهي الأمر الآخر الرئيس الذي عراق يستطيع نقل بالطاولة وماذا أنت لديك دعم شرع شعبي ودعم شرعي ودعم قانوني ودعم قانوني هناك وركة لا يمكن الحل اليوم بعملية التركي وستخدير تشكيل اللي كان أنت تعزز الانتصام فوق الانتصام وتعزز مشروع الحوتي وتعزز مشروع الانتصام ولو معنوية ولو حتى بحجانة الشكل لكن لماذا تخرج الأمم المتحدة وفي طالب منجوب الأمم المتحدة بطالب بإخراج الإمارات وتثمين المسؤولات المتامة في خلال فترة المبهد من نقية المسؤولات القانونية من إنتهاء ككل هذا لا يمكن أصلا الدائع لبقاء الإمارات الآن لأنه أي دور أقول لك سنظل على وأنك سنظل العامل قادم إذا ظنك الإمارات سنظل الأحداث والمآسي والجماء عنوين رئيسية في كل الطنوات من نقية ثلاث سنظل نحن وأنك واحد محمد واحد يسأل كم عادة لكن الحال الأساسي هو كما يقال حق لا أحسن أي هذا هو المنصف يعني عندما جزء من الجسم ينهار ويخيص أو يعني يموت خلص الأصل منه ما بي بعد أن يمتشن هذا أو يتوسع الوضع من أسماء وعلى حتى الآن داخل تقرأ يعني واضح يعني اليوم طائرة تأخص أكثر من أربعين شابا هناك مخطط عن تحرفه في المخبة ياتعي وما تحرف في الموجود في السرعة في مارس يعني اليوم الموجود هناك يجيب واضح أنهم سيقوموا بتحرير سيقوموا بيحة لبعض المناطق يعني المثال ليست فقط تتصر على منطقة واحدة أو على محدد واحد لديه المشروع وهذا المشروع نبدأ أن ينفذ لا يهما هو وليهما هو وليهما هو معركة بينه وليهما يساعد على احتلال وهمما يساعد وقام بإنعاش السلطة المخير والسلطة المريض هذا هو السؤال لا نستطيع المجاوض ونحف عن تحليل أكثر وأدت مع بعض الإنشارات التي تصلك ليساعد شكرا لك سيدة نيس منصور الصحفي كنت معنا عبدالهاتف من القاهرة لماذا يعني هذا الموقف كيف تقيم موقف قيادات الشرعية الأحزاب السياسية المؤيدة لها مما يحدث في موقف مخزي أقل ما يقال أنه هنا موقف مخزي وموقف مشين لو يعبر عن مناضل سياسي لو يعبر عن مسؤول أمام القانون أمام الدستور لو يحبر عن كيانية الذات اليمنية التي عهدناها في اليمنين أنا باعتقادي هذه النسخة من النقبة الحاكمة نسخة مع طوبة مضروبة بلا قيم بلا أخلاق بلا ضمير ما يحصل في اليمن انقلاب يدمر وينصف من قهود أربع سنوات من الحرب ونضال يمنيين فتاتي تنصفه بلحظة واحدة دون أن تقول لا وأنت تعرف أن مصدر هذا القل أين هو بالضبط يعني مثلا أنا كنت أصفح رسالة الوزارة الخارجية قدمت لي لمؤمن المتحدة عن طريق منذوب اليمن في المؤمن المتحدة الدكتور عبدالله السعدي فاستغربتنا يعني لغة الخطاب التي قدمت المؤمن المتحدة تحمل المجلس الانتقالي وكان المجلس الانتقالي هذا دولة عظمى هو الذي يرتكب كل ما عمل وحصل في عدن مجلس الانتقالي عبارة عن ميليشيات إماراتية مدعومة ومسلحة إماراتيا سموا الأشياء بمسمياتها هذا الانقلاب قامت به وقادته الإمارات العربية والمتحدة فلماذا أنت تبحث عن الأداء ولا تبحث عن صاحب الفعل نائب وزير الخارجية قال ذلك هناك انقلاب يدته الإمارات لكن في المقابل الرسالة الرسمية التي ترفع إلى مجلس الأمن تخلو من هذه اللهجة كيف تحلل؟ الإشكالية الآن أن هذا المنقف المريب الذي وصفه الأستاذ أحمد المهندس أحمد المعيس الوزير الداخلي السابق الوزير الداخلي عفوا هو وضع نقطع الحروف أنا لا أستطيع أن أسمي هذا النصم أنا أستطيع أن أقول أنها خيانة عظمى هكذا باختصار ما حدث خيانة عظمى معركة دارت على مدى أربعات أيام دون أن تقوم الرئاسة ولا مجلس الوزراء ولا وزارة الدفاع ولا أن يقولوا شيء ما يحدث يعني نحن أمام حالة يعني خيانة مكتملة الأركان يا سيدي أنت مسؤول أمام الناس قل للناس ماذا يجري أما أن تصمت تخيل الآن سقطت العاصمة الموقتة وتشرد الناس وقتلوا وحشروا في زوايا ضيقة ونهبت من ممتلكات الناس واشتغال مناطق قدر يتم في عدن وحتى الآن الرئاسة لم تصدر بيان لم تقول ما هذا حدث لم توصف المشكلة كما حدثت يعني الناس الآن مش مطلوب من الحكومة الشرعية أن ترح تقاتل عدن وتستعيد العاصمة مطلوب الناس تنتظر تقول ماذا ستقول الرئاسة يعني ماذا ستكشفون الناس الناس تطلب منكم مقابل أن تكونوا زعماء ورؤساء على رؤوسهم أن تقولوا لهم أنه حدث كذا وكذا يعني تريد رئيس الجمهورية يتحول إلى صحفي في أقصى حد يوصف لنا ما الذي حدث لا يريد منه أن يفعل شيء يعني نحن وصلنا إلى مرحلة سقوط مريع لأن هناك من يتحدث في لحظة من اللحظات أنه يعني هذا الدور ليس دور الرئيس الحديث الآن دوره دور الفعل الآن وأنه الآن يذهب إلى الفعل الفعل يأتي من توصيف دقيق ما قرأ يعني نحن تحملنا أكبر كارثة منذ سقوط صنعاء كان قز كبير جدا من الكارثة أنه استمر للسقوط قرابة العام أو قرابة سبعة ثمانية عشر وسبعة عشر من اقتياح العاصمة ولم يكن هناك توصيف حقيقي بعد أن دخلوا إلى غرفة الرئيس وإلى بيت الرئيس وأهانوا وسقطوا القصر الجمهوري وخرج الرئيس من الصنعاء ذهب الحديث لأنه تم انقلاب عليه ما حدث في صنعاء اليوم تماما يعني لحد الآن ما فيش توصيف الرئيس أنه انقلاب يعني نحن أمام مشكالية توصيف بالأساس ما حدث في عدد ما حدث في عدد يعني ماذا ستتوقع أنت إذا كان يغيب عندك التوصيف الحقيقي لما يجري فكيف سيكون فعلك الأفعال هي تقوم هي تعبير عن توصيف دقيق المشكلة نحن ما فيش توصيف دقيق المشكلة لا نتخيل الحكومة بكل أعضائها من رئيس الوزراء إلى كل أعضاء الوزراء الرئاسة النيابة الرئاسة نائب الرئيس الأعضاء البرلمان أعضاء البرلمان أعضاء الشورى كلهم كأنهم في مقبرة موتى لم يقرأ أحدا يقول ماذا يقري هؤلاء بالله عليك هذي نخبة حاكمة إيش يحكموا هذولا إيش بقول للموتى طيب ألا يقترح ذلك أن الشرعية أن هذه مادام لم تكن لهجته في خطاب أو خطاب السعدي إلى مجلس الأمن لم يكن بذلك اللهجة المحددة أو الواصفة للأشياء بمسمياتها ألا يعني ذلك أن هذا موقفه فعلا يعني ليست هناك مشكلة مع ما حدث على الأرض في عدن السعدي هو مجرد موظف وزارة الخارقية وموظف يتلقى أوامره من رئاسة الجمهورية وزارة الخارقية ألا يعني ذلك أنه موافق يعني هذي موافق على ما حدث في عدن يا أخي ما يحدث وما نراه من ردة فعل من اتقاه الحكومة أو من عدم ردة فعل من اتقاه الحكومة والرئاسة وما إلى ذلك يشيدر أن هناك تواطئ أن هناك خضلان أن هناك مشاركة في هذه المؤامرة بمعنى آخر أن هناك خيانة وطنية من سيوصف هذه الخيانة الوطنية هذا لن يوصفها نبيل البكيري لأن نبيل البكيري مجرد كاتب وباحث لن يزيد في الأمر شيء لكن هذه الخيانة يجب أن نحن نمتلك حتى أدوات الإدانة القانونية والدستورية تخيل البرلمان هناك توثيق هناك تاريخ نحن الآن بدون برلمان الأطول تاريخاً في العالم البرلمان الذي جمع لنا كوما من عهات اليمن مش قادرين يخرج واحد يقول ما الذي يقري وعلى كل حال سيكون معنا بعد قليل أحد أعضاء مجلس النواب معنا في الحديث عن ما يحدث لكن في هذا السياق أنا أقصد أستاذ نبيل عندما نتحدث عن الأوضاع عندما ينتظر الناس من هادي هناك دائما قول على أن هادي عندما ينتظر الناس منه الكلام لا يتحدث لكنه يأتي بعد ذلك أو يتحدث أو يصدر قرارات بعد ذلك هل يمكن أن نتوقع شيئا ما في المستقبل القريب يفترض أننا نتوقع شيئا ما هذا الواقب القيام به من قبل هذه السلطات أنت لماذا تحكم لماذا الناس معترف لك أنك زعيم أنك رئيس عليها لأنه منتظر منك أفعال ومنتظر منك أقوال لتقول للناس ماذا يقري على الأقل في مثل هذه الأزمات وإن كانت الأقوال لا تقدر إلا أن نسطلب أفعال وأعمال وممارسات وإنجازات لكن في هذا الوضع السيء الذي منذ خمس سنوات الحكومة في المنفى حكومة عاجزة عن القول يا رجل ورأس عاجزة عن القول ماذا تنتظر ماذا تنتظر يعني نحن في كارثة اليوم سياسات خمس سنوات من المالة والمواطنة والتواطنة والفساد والأجز أوصلنا لأن تتحول شرعية اليمنين إلى الطرف الأضعف في المعادلة السياسية اليوم هناك طرفان قويان الانفصاليون في القنوب والإماميون في الشمال هتان القويتان القوتان اليوم في المعادلة السياسية أين راح تشار أيها وهي كانت الطرف الأقوى ولازالت في نظر المجتمع الدولي كقوة قانونية هي الأقوى مهما كانت قوة الانفصاليين أو قوة الإمامين ومن يدعمهم لازلت أنت المسؤول أمام المجتمع الدولي وفي القانون الدولي في الدستور وأمام المواطنين اليمنين أنت رقم واحد في هذه المعادلة أنت صاحب القول الفصل لكنك لا تقيد استخدام هذه الصلاحيات وهذه المسؤولية الكبيرة لمواقعة هذه الكوارثة التي حلت في اليمن وبالتالي سيستمر سيلة العبث وسيلة الاستهتار بأرواح اليمنيين وبمقدراتهم ومكتسباتهم وتوابتهم الوطنين دعنا نشرك معنا في الحوار سيد شوقي القاضي عضو مجلس النواب الذي ينضم لنا عبر هاتف نسطنبول ورحبك سيد القاضي اليوم لجنة سعودية في عدن حديث عن محاولات أيضا سعودية لتسليم قصر معاشيق للشرعية كيف تتابع كل ذلك؟ شكرا جزيلا أخي وجيه وشكرا لضيفك الكريم والأستاذ الصديق نبيل والأستاذ والسيدات المشاهدين على كل حال أعتقد أنه ينبغي أن نحدث بالنسبة لي أن أتحدث في هدف وربما متابعة ما يقري وما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يعمل الآن وليس الحديث عن إدانة هذه أو تقريم أو موضوع الرئيس هذه أولا قد يكون كما ذكر ضيفك الكريم مدانا وقد يكون مكرها وقد يكون هذه اتقاهات كثيرة لكن هذا المنح لا يهمني الآن التاريخ والأجيال القادمة والمستقبل هو الذي سيحاكم سواء عن طريق القضاء أو عن طريق التاريخ والتخليد لكن الخطورة الآن أن هناك أحداث جارية خطيرة جدا جدا حدثت في اليمن بدء بانقلاب مليشيا الحوثي في 2014 سبتمبر والآن في موضوع الانقلاب الذي حصل في عدن في غسطس 2019 والانحراف الواضح تماما في مسار التحالف عن الأهداف التي أعلن عنها والأهداف التي من خلالها سمح له بالتدخل سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي في الشأن اليمني هناك انحراف واضح في مسيرة التحالف الآن كمتابعة أنا قلتها وكتبت عنها أن ما حصل في هذه المرحلة ليس على المدى الطويل وإنما على المدى المنظور ما حصل هو فقط شرعنا لتأصيل وجود المجلس الانتقالي كممثل وحيد للمحافظات الجنوبية المحافظات الجنوبية كان لها أكثر من ممثل كانت هناك قوة متعددة كل يدعي تمثيل المحافظات الجنوبية واضح تماما أن بعض تلك الممثلات أو بعض أولئك الممثلين للجنوب لم يروقوا لمكونات التحالف سواء للمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة بالتحديد وبالتالي أريد أن تعاد ترتيب المحافظات الجنوبية ويعاد ترتيب من يمثلها فعملت هذه المسرحية التي كانت واضحة أنها مسرحية مسرحية واضحة تماما بدأت بخطوات عسكرية قوبلت من قبل المخلصين والأحرار والشباب بالمواجهة والرفض وانتصرت الشرعية أو انتصر هؤلاء الأبطال في المؤسسات الشرعية ولكن قاءت التعليمات وقاءت الأوامر وقد أعلن عن ذلك يعني ما عادت تحليلا وإنما معلومات بأنه جاءت الأوامر بتسليم للمجلسة الانتقالي وبالتالي حقق هدف هذه المرحلة وهو شرعنت المجلسة الانتقالي كممثل وحيد للمحافظات الجنوبية الآن اليوم أعلن عن أن هناك لجنة من السعودية إماراتية طبعا هنا معلومة مهمة اللجنة السعودية إماراتية وليس سعودية فقط لتسليم أو إعادة بعض المؤسسات إلى الشرعية وهناك من يقول أنها إعادة المؤسسات من قبل المجلسة الانتقالي للأحزمة الأمنية يعني برضو نريد أن نتأكد أيضا هل هذه المؤسسات ستعاد للألوية الرئاسية وللمؤسسات الشرعية للحكومة للوزارات للمؤسسات القائبة أم ستسلم للأحزمة الأمنية وبالتالي كأننا أمام مشهد الحديدة عندما سلم ميناء الحديدة من مليشيا الحوثي التي تلبس قمصان وزنان وأحزمة وخناغر إلى مليشيا الحوثي التي تلبس بذات عسكرية وتمثل تمثيل عسكري يعني برضو هذا مشهد الذي يهمني هنا الآن أخي وجيه وأستاذ نبيل الذي يهمني الآن أن هذا قد تم قد حصل الآن من الذي يجب أن يكون يعني لا زال للأسف لا زالت القوى الوطنية لا زالت مؤسسات الشرعية لا زالت تائها لا تدري إلى الآن لم تفق يعني تخيل ذواتر مثقوبة جدا نفس المبرر ونفس السيناريو الذي سلمت فيه عمران لمليشيا الحوثي سلمت مؤسسات الدولة في عدن لمليشيا المجلسة الانتقالي بنفس الطريقة المؤلم المؤلم هنا الذي فعلا أنا إلى الآن محتاب أن كثير من أفراد ومنتمية الأحزاب والقوى السياسية بنفس المبررات ونفس النغمة وكأنهم لم يعد درس مطلقا لا زال الهاجس ولا زالت الفوبيا هي الإصلاح لا زالت الفوبيا الدواعش لا زالت الفوبيا هي يعني باختصار لازلنا أمام شيء مريبي يعني من الذي يحصل بالضبط هل المشكلة في الإيمان أراءتها هل المشكلة في السعودية هل المشكلة في المكونات السياسية أين المشكلة بالضبط وبالتالي ينبغي هنا أن نركز على مناقشة أين المشكلة الآن التي جعلت اليمنيين لم يستفيدوا من درس عمران طيب في هذا السياق ما هي السنتاجاتك عن إذنك والسؤال الأخطر أحشى أن يتكرر السيناريو الثالث ونحن لازلنا في نفس هذه الدوران ما هي السنتاجاتك بهذا السياق سيد القاضي السنتاج الأول كما ذكرت لك هو تأصيل وشرعنات المجلس الانتقالي هذا رقم واحد رقم اثنين إخلاء مؤسسات الشرعية إضعاف وليس إضعاف المكونات الوطنية إضعاف الأحرار إضعاف الأشخاص في مؤسسات الشرعية يعني يبدو أن هناك إملاءات ستكون ليس فقط تمريرها عن طريق مليشيا الحوثي ولا عن طريق المجلس الانتقالي ولكن يبدو أن هناك أيضا إقراءات سيتم شرعنتها والموافقة عليها من قبل مؤسسات الشرعية وبالتالي انظر أنت الآن اتهمت بعض المكونات الشرعية بالإرهاب وكما يسمى بالجماعات الإسلامية أو الجماعات الأصولية أو ثورات الربيع العربي اتهم الشباب الثورة الربيع العربي بكل التهم الآن كل هذا للتخويف من أجل أن إما أن تسكت وإما أننا سنطاردك بهذه التهمة أنا أتمنى من أحرار اليمن أن يرفعوا صوتهم وأن يقولوا للمجتمع الدولي بما فيه التحالف حتى إذا أرد أن يبتز وأن يمارس هذا الضغط القذر في وفق مكونات وطنية بأوصف قذرة أن يرفع الأحرار وأصواتهم بأننا كلنا هذا المكون أو ذلك كلنا إصلاح كلنا بن دغر كلنا عبد العزيز بباري كلنا أحرار المؤتمر كلنا أحرار المقاومة كلنا الوزير الميسري كلنا الوزير الجبواني أن لا يتركوا هذه المكونات الدولية أو الإقليمية تنفرد بأي مكون لأن اللعبة صارت قذرة وصارت مكشوفة وصارت واضحة يعني باختصار هذا الاشتنطاق الثاني وهو خاصة إرهاب أي مكون شيء يقف أمام المخططات القذرة التي تستهدف بها اليمن في سياق الحديث وكسوأ الأخير في سياق الحديث عن الحل أنت الخبير أو أنت العارف القانون الدولي وكذا أنت عضو مجلس النواب ما هو الحل لما نحن فيه؟ أخي الكريم أولا الحل ربما أتمنى أتمنى هنا وأنا اليوم تواصلت يعني بعد صلحة الفجر تتخيلت تواصلت مع كثير من الزملاء في هذه القزئية ينبغي الآن أن تحشد الطاقات في استنثار العقول واستنثار الحلول لإخلاق أفضل الحلول يعني ينبغي الآن هذه النقطة الأولى حتى لا أطيل فيها وهي ينبغي أن نفكر الآن تفكيرا جماعيا ما الحلول بالضبط وما المتاحات من وجهة نظري أخي الكريم ينبغي الآن أولا رفع الصوت الأدب الزائد التي تمارسه الشرعية وتمارسه أحزاب ومكونات الشرعية سواء على مستوى يعني مع التحالف أو مع غير التحالف في أدب زائد ويبدو أنه ما عدا مبررا يعني ينبغي الآن أن ترفع الأصوات أنه إما اعتذل أيها التحالف في مسيرتك وإما اعتذل ينبغي أن يرتفع الصوت حتى من داخل الرياضة الآن ما في مشكلة أحرار المؤتمر إذا كان هناك أحرار متواجدين في أبوظبي ينبغي أن يرفعوا الصوت لأن الزمن سيلعنهم الأجيال ستلعنهم يعني الأجيال لا تغسر للعمل ولا تغسر أيضا للمبطحين والمنبطح سواء بإرادته أو بغير إرادته التاريخ سيلعن كل صامت ليس فقط كل متآمر المتآمرون ملعونون حيث ما سخفوا لكن حتى الصامتين وحتى الجبناء وحتى هؤلاء إلى متى؟ هذا النقطة المهمة الآن الأمر الآخر وهو الآن لابد من التحرك الآن لدينا مؤسسات لدينا أحرار في مؤسسات الشرعية لا يمكن أن تخلو الشرعية من أحرار هؤلاء ينبغي الآن أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وأن يتحركوا على مستوى الدولة الأخرى على مستوى دول مجلسة للأمن على مستوى الأمم المتحدة على مستوى المؤتمر الإسلامي على مستوى الجامعة العربية على مستوى السفارات أيضا ينبغي الآن على الجاليات أيضا أن تنظم نفسها في التواصل مع السفارات في دولها هناك جاليات الآن هناك ملايين الأنصارات أو أنصف ملايين أو أربع ملايين على مستوى بعض الدول الآن ينبغي الناس أن يفيقوا من هذه الصدمة أنا أريد أن أطمئن اليمنيين في كل مكان لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة الأحرار يواجهون الصدمات على مدار ألمانيا لم تبنى إلا بعد أن دمرت رواندا اليوم عاصمته هي الأولى على مستوى أفريقيا بعد أن قتل فيها مليون بعد أن أبيضت الصومان الآن تعيد ترتيب وضعها سنفيق إن شاء الله وسنصح إن شاء الله نتعافى إن شاء الله لكن ينبغي أن نتحرك شكرا لك سيد شوقي القاضي عضو مجلس النواب كنت معنا عبد الهاتف من إصنبول على تواجدك معنا في هذا الحلقة اليوم بالعودة إليك أستاذ نبيل هناك شبه إجماع على أن التحالف انحرف في أهدافه فيما يتعلق بالسعادة الشرعية في اليمن والآن هناك حديث متواتر وبشدة على أنه يسعى لتقسيم اليمن ما هو المنظور من وجهة مدارك؟ مصير الشعوب لا تقررها شعوب غيرها يعني مصير الشعب اليمني لا يمكن أن يقرر من أي عاصمة عالمية مهما كانت لو كان هناك قرر العاصمة العالمية ما هربت بريطانيا من عدن ولا يعني غادر لاستعمار المنطقة هذه شعوب مرهون مصيرها بأبنائها ماذا يعني حتى ولو افترضنا قدلا أنه ممكن أن يذهب المجلس الانتقالي أو غير المجلس الانتقالي تشكيل حكومة أمر واقع يعني في الجنوب لا يستطيع تعقيدات المجتمع الدولي والقانون الدولي وتعقيدات الداخلية للمجتمع الأصلا في الجنوب ليس كل الجنوبيين يمثلهم المجلس الانتقالي وليس كل الجنوبيين مع المشروع الإماراتي في الجنوب ومشروع السعودي في الجنوب يعني هناك لازال قوة وطنية واجتماعية كبيرة ترفض مثل هذا المشروع لا يمكن أن يمرر هذا المشروع وحتى ولو افترضنا قدلا أنه تم تمريره لا يمكن أن يستدام يعني على سبيل المثال اليوم مثلا جمهورية أرض الصومال لها أكثر من 20 سنة أعلنت انفصالها عن الصومال لم يعترف بها أحد لا أحد يقرأ على الاعتراف بها السودان استمرت الصراع بين شمال السودان وجنوبه أكثر من 50 عام لم يستطع أحد أن يفرط شروطه على الطرف الآخر إلى أن اتفق الطرفان باتفاق قلص الطرفان في المتمردون القنوبيين والحكومة السودانية وحصل استفتاء على الانفصال يعني بمعنى آخر أنه قرارات مصيرية قرارات الشعوب لا تقررها الأنظمة الحاكمة قرارات شعوب تقررها الشعوب نفسها هي التي لها حقا تقول نعم أو لا لهذا المشروع وبالتالي اليوم يعني مسألة الانفصال قنوب اليمن هو مسألة يعني في السياق العام وهي مسألة طبيعية جدا من حق الانسان تقرر مصيرها لكن لا يمكن أن تقرر مصير الناس عن طريق نخبة برتزقة تعمل عبارة عن شركة أمنية لإمارات أبوظبي تقرر مصير عشرة مليون قنوبي في لحظة عين يعني هناك ظروف طبيعية مثل هذا النقاش اليوم نحن بصبر السعادة الجمهورية يمنية السعادة النظام الشرعي التي يسقطها بعد ذلك يتفق القنوب والشمال على القلوس مع بعض والنقاش والخروج بحلول إما أن يذهبوا إلى الانفصال وإما أن تبقى وحدة فدرالية وإما ما شاءوا يعني بالأخير هناك اتفاق وطني تقرره الشعوب وفقا لآليات وأسس ديمقراطية حديثة أما أن كل ميليشيا ممكن أن تتحول إلى مجاميع مسلحة تمولها من أي طرف في العالم وتقطع لها جزء من الجغرافية اليمنية وتذهب لتؤسس دولة الحوثي الآن أربع سنوات ما حتى ترفير رغم سلطته الأقوى على الرقعة التي بسط عليها أما المجلس الانتقالية وإيش معهم يعني إليهم سيطروا على عدن يعني هل سيستطيع أن يسيطر على القنوب كله لا يمكن أن يسيطر على حظ الموت لا يمكن أن يسيطر على المهرة ولا يمكن أن يسيطر على جزيز العديد من المحافظات كشبوة وغيرها يعني كلفة الذهاب إلى هذا المشروع باهظة ونتائجه غير محسومة وغير معلومة العواقب يعني أنت هل ستقرر الانفصال بمجرد أنك تحمل السلاح لا يمكن أن تقرر الانفصال ومصير شعب كله بمجرد باروت أو الرصاص يعني بالمنطق والعقل اليوم هناك معركة أساسية أنا باعتقادي وجز كبير جدا من هذا المشهد اليوم الدامي في اليمن أن هناك تواصلات بين الإنقلابين في القنوب والإمامة في صنعاء هذه التواصلات أيضا عززتها الانتقال الإمارات الإيراني فيتم بذلك حرف مسار القضية اليمنية من إسقاط الإمامة في صنعاء إلى تقسيم اليمن بحيث أنه للإمامة الشماليها وللانفصال القنوبها وهذه مشاريع صغيرة كلفت اليمنين كثيرا في الماضي وستكلفهم الكثير في المستقبل لكن لا يمكن أن تمرض نتالي مشاريع على الأطلاق لأنها مشاريع لا ترتبط بطموحات وآمال والناس في اليمن إنما هي مشاريع ترتبط بطموح فلان أو علان من كبار هذه الميليشيات التي تريد أن تخلق سلطة استبدالية هنا أو هناك شكرا لك أستاذ نبيل بوكيري الكاتب والواحد كنت معنا في حلقة اليوم في السوديو في المساء اليمني شكرا جزيلا لك العظيم الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغار في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحياتي طاقمي العمل الفني والتحريري شكرا جزيلا لكم